اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او الجزء الرابع اول ما تيجي المزيكة بتاعت الحلقة دي اقفل وانت كده هتبقى في السليم حاجة تانية كمان عايزة اوضحها دي الحلقة السبعة لفيلم جامد على مدار تمنت ايام واعتقد ان ده رقم قياسي عالمي جديد لنا لو ده شيء بسيطكم يا ريت تكرمونا بلايك للحلقة شير للحلقة اشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين واللايك ده قرار سهل يعني اعمل لايك دلوقتي وبعدين لو الحلقة ما عجبتكش بقى شيله تانية عادي خلص مش حيدايق حد في حاجة الموسم الرابع بتاع اا لكازا دي بابال او الجزء الرابع هو جزء الرابع اعتقد ان هي توصيفة انسب شوية من موضوع الموسم ده لان اللي احنا فيه دوات استكمال مباشر لاحداث الجزء اللي فات مفيش احداث جديدة قوي بنبتدي نقدمها من اول وجديد احنا من مطرح موقفنا بنكمل العملية اللي بيقوم بيها الفريق بتاعنا لسرقة مخزون الدهب بتاع البنك المركزي الاسباني في عملية كبرى من المفترض انها توجه الصفعة للحكومة الاسبانية والاجهزة الامنية اللي فيها والكلام ده كله والعملية اللي اتعقدت بشدة في نهاية الجزء التالت بالقبض على ركل ومطاردة البروفيسور اللي مش عارف ما اذا كانت ركل اا ماتت ولا لأ او هو تحت التصور انها ماتت بالفعل النجاح نجاح الاجهزة الامنية في انها تضرب نيروبي بالنار وطرقناها ما بين الحياة والموت مش عارفين ما صارها هيكون عامل ازاي يعني من الاخر الموضوع معقد جدا على جميع المستويات بما فيها المستوى العاطفي لان العلاقة ما بين دنفر ومونيكا توطرت جدا والقيادة بقى فيها نزاع والامور بقت فيه اسوأ الاحوال على الاطلاق والجانب الامني تحت قيادة اليتيا اصبح متحكم بشكل كبير جدا لدرجة ان احنا بقنا مترقبين نشوف ايه اللي هيحصل مع الجزء ده واعتقد ان مهمة اوي وحنا بنتكلم على اي جزء من اجزاء المسلسل ده نضع الامور في نصابها الصحيح زي ما انا وصفت في اول مراجعة خالص عملتها للمسلسل اللي كانت للجزء الاول والتاني ان مسلسلنا حقيقي متميز حقيقي مختلف حقيقي بيجرب حاجات جديدة حقيقي ناجح في ان هو يوازن ما بين العاب الزكاء العملية المعقدة المطش اللي ما بين الفريق بتاعنا والاجهزة الامنية العلاقات العاطفية العمالة تطلع وتنزل وتتقلب داخل الاحداث بتاعتنا ولكن دايما نفتكر ان ده مش دجات فادر مش بريكينج باد مش مسلسل المفروض ناخده على درجة كبيرة اوي من الجدية هو مسلسل سامح لنفسه ان هو ياخد قدر كبير من المبالغات والمخاطرات والمفترض ان الكلام دوت بيعود علينا في النهاية بمكافآت على مستوى المطع والتسلية صحيح فيه اخفقات في المسلسل لما المبالغات دي بتتخطى الحدود المسموحة على مستوى الاكشن وعلى مستوى التعقيد لدرجة انها تقع في بحر المبالغات الهندية مع كاميرا الاحترام للأعمال الهندية هو ده وصف بس احنا معتمدينه ولما كان بيقع في الخط ده كنا بنثير التحفظات بتاعتنا ولكن طول ما هو ملتزم بانه عمل يصنف المفروض يعني في الكلاس بي في الدرجة التانية على مستوى الاعمال ولكنه بيقدم تسلية تخليه يستحق الاحترام ويستحق المتابعة فكل كلامنا لازم يكون داخل هذا الاطار لما نرجع النهاردة نقول انا حبيت المسم الاولاني بس دلوقتي عندي مشاكل عشان المبالغات يعني حس ان الكلام ده لا يستوي قوي اي درجة من درجات المبالغات ده سؤال مهم جدا المهم المسم دوت لما احنا بدأنا انا شخصيا بدأته او الجزء ايه ده لما احنا بدأنا انا شخصيا بدأته بعدد كبير من الاسئلة والاسئلة تتلخص فيه ازاي وامتى ازاي وامتى البروفيسور حيتم انقاضه او حينجو بنفسه من الفخ اللي هو وقع فيه ازاي وامتى حيعرف ان راكل لس عيشة ازاي وامتى راكل شخصيا هتعرف ان البروفيسور عارف انها لس عيشة ازاي وامتا الفريق بتاعنا حيحاول ان هو ينقذ نيروبي وهل حينجح في حاجة زي كده ولا لأ ازاي وامتا البروفيسور بتاعنا حيرجع تاني يتحكم في العملية لان احنا لو في عملية او في حالة سقوط حر مستمر يبقى المسلسل بينتهي خلاص او بينتهي على وضع غريب احنا ما كناش متوقعينه ازاي وامتا الجانب الامني حيفقد بعض سيطرته على بعض الامور لانه دلوقتي اصبح في وضع من اروع وامتع واجمل ما يمكن فلازم الكفة دي تتعدل وإلا زي ما بقول كده هنبقى في حالة سقوط حر والله اعلم ايه اللي حيحصل في النهاية ودلوري برضو اوضح ان انا شفت الجزء ده اللي بيتكون من تمن حلقات على دفعتين الدفعة الاولى كانوا خمس حلقات جالي الحظ ان انا اشوفهم على نتفلكس قبل بداية عرض المسلسل وبعدين تلات حلقات شفتهم على بعض النهاردة لما المسلسل اتفتح بشكل عام وللامانة انا حبيت الخمس حلقات الاولانيين جدا عايز بس افكركم سريعا انا الموسم الاول والتاني الجزء الاول والتاني عجبوني جدا مع الوضع في الاعتبار التحفظات اللي قلت عليها الجزء التالت عجبني اكتر من الجزء الاول والتاني وتوقعاتي ارتفعت لحد كبير جدا وللامانة اول خمس حلقات في الجزء ده كانوا على قد مستوى التوقعات بالنسبة للجزء التالت يعني انا كنت مستعد اني اصل بالمسلسل لتقييم تسعة من عشرة بعد خمس حلقات والابعد من كده كمان حشرح لكم ازاي دلوقتي ايه لان اجابة الاسئلة اللي انا قلتها دي كانت مناسبة في كل مرة ازاي وامتى الكتير اللي قلناهم دول كل اجاباتهم كانت مناسبة مع الحفاظ على المعقول فيما هو مبالغ فيه او لا يعني اه بنختبر الحدود شويتين ولكن ما قدرش اقول ان احنا بنتخطاها في مواقف كتير وفي حاجات كتير انا ملتزم هنا بعدم الحرق التقدم على الاصعيدة الكتير اللي المسلسل بيحافظ عليها لسه محافظ عليها لسه موضح ان هو فاهم اولوية المشاهدين اللي عندهم ولاء وحب كبير للمسلسل ايه بالزبط ما ينفعش تغفل النواحي العاطفية ما ينفعش تغفل الامور المتعلقة بالعملية اللي احنا موجودين جواها ما ينفعش تغفل مصير الشخصيات اللي احنا متعلقين بيهم ودي من عوامل نجاح المسلسل اللي لا يمكن اغفالها ان احنا عشان ارتبطنا بعدد كبير من الشخصيات اصبح عندنا القدرة ان احنا نسامح في حاجات كتير وده نجاح للمسلسل مش دي بتقلب مننا وخلاص يعني الجوانب التقنية لسه معقولة جدا لسه جيدة جدا عموما المسلسل ده على مستوى سوري الجزء ده على مستوى كل حلقاته في مجهود واضح جدا على مستوى السيناريو وعلى مستوى الاخراج انه فعلا يجتهد جدا عشان يباعلك كل حاجة حتى لو انت مش تريها قريجي لا معلاش هو بيبذل المجهود هو سيلزمن شاطر ولازم يقول الكلمتين اللي عنده ولازم يعمل البيتش بتاعته للنهاية اللي استعانى بالفلاشباكس لانها اداء احنا متمسكين بيها اعتقد ان هو كان جيد ومعتقدش ان هو واقع في فخ الملل على الاطلاق كان ماشي بشكل كويس جدا ومتزن جدا ومفيد يا اما علشان نقدم معلومات بتفيدنا في العملية اللي احنا فيها او في المرحلة اللي احنا فيها في كل عملية او لبناء بعض الارتباط العاطفي مع الشخصيات المتعلق بالقرارات اللي احنا هنروح لها في الوقت الحالي فكل ما كنا بنحتاج ان احنا نقدم حاجة والحاجة دي بدل ما تبقى طايرة في الهوى لازم تتسبت في الارض بشكل كويس قبل ما تتقدم كنا بنروح فلاش بات نقدمها ونمصمرها بشكل حلو وبعدين نرجع نلاقيها راصخة وثابتة والحياة مش يمعها بشكل كويس فاول خمس حلقات انا حبيتهم جدا وتجربة الانقطاع عن المشاهدة بعد خمس حلقات بالنسبالي كانت قصية اكتر من الانقطاع على المشاهدة بعد انتهاء الجزء التالت كله يعني انا لما جزء التالت خلص كنت متحمس ان انا اتفرج على الجزء الرابع وكنت منتظر وكنت بهرش وحاجة انا واشوف كلام زي ده بس بقدر ما بعد الخمس حلقات لا دي يا جماعة دي معاملة قاسية جدا ما تسيبنيش متشعلق في حبال الهوى الدايب كده انا 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 عاوز اشوف الحلقات اللي جاية بسرعة وللامانة انا بعد ما شفت خمس حلقات ما كنتش عارف ان الفاضل تمان حلقات سوري تلت حلقات بس ما كنتش عارف ان الموسم كله تمان حلقات وهنا بدأت اقلق الحقيقة حسيت ان الفاضل محتاجة اكتر من كده شوية حسيتش ان احنا ممكن نلم الدنيا بالدرجة اللي احنا وصلنا فيها بالساسبنس الشديد والشد العصبي والاثارة المرتفعة جدا وده حقيقي اللي اختبرتها في اول خمس حلقات خصوصا بعد دخول الخط بتاع الجاندية اللي تم تقديمه بشكل كويس جدا في التريلر واللي انا شخصيا توقعت ما لش يعني اسمحوا لي ان انا اتمنظر شويتين انا توقعت ان الخط بتاع الجاندية ده حيبقى جذاب جدا واستخدمت الرفرنس معين لوصفه الرفرنس ده بالتحديد تم استخدامه جوه المسلسل نفسه جاندية كان عنصر منعش جدا داخل الاحداث غير بصلة الدنيا بشكل كبير او يقدم لنا حاجة اخيرا مختلفة شوية عن المجريات بتاعت العملية اللي احنا كنا عمليين نختبرها في التلات اجزاء اللي فاتوا وده كان شيء كويس الاثارة مرتفعة المطش بتاعنا اللي كان ليه طرفين بقى ليه تلات اطراف والنتيجة متقربة والترزيع في كل حتة وبعدين وقفت ورجعت النهاردة عشان اتفرج على الحلقة السادسة واكتشف انها افضل حلقة في الجزء كله حلقة متميزة جدا بتثبت مش بس كل الحاجات الكويسة اللي انا اتكلمت عنها في صالح المسلسل من بدايته حتى الان ولكن اخيرا كمان بيبدو ان هو عنده شجاعة هو عنده قدرة ان هو ياخد قرارات جريئة جدا كمان وقرارات تعلم في ذهن المشاهد ما هيش حاجات بسيطة انا بعد الحلقة السادسة بقيت مبسوط قوي وبقيت مترقد اكتر واكتر للي جاي علما باني برضو لسه مش متخيل ازاي حيلمت اللي حصل ده كله في حلقتين اه وبعدين في الحلقة السابعة والتمنى ابتديت احس ان حصل سوق تفاهم يا جماعة ده اكتر وصف عندي للي حصل الحلقة السابعة والتمنى اللي حصل فيهم ده اسمه سوق تفاهم لأول مرة بحس ان صناع المسلسل والمشاهدين مش على نفس الصفحة ان الاولويات مش متزنة ان الدنيا مش موزونة احنا شفنا قرارات بتتاخد واولويات لحاجات معينة بينما احنا واحنا بنتفرق وانا منتظرين حاجات تانية خالص بيقل هون زم اه ماشي فلان الفلاني حيروح في الحتة الفلانية عشان يدور على الحاجة الفلانية عشان يطلع على الحاجة الفلانية عشان حنستخدمها في ايه اللي انت بتعمله ده ليه ده مهم دلوقتي يا نهاري حصلناي يا عم هو انت ما كنتش فاهم هو احنا ازاي قعدنا اربع اجزاء اللي حلقتين فاهمين بعض وبعدين اتفصلنا قوي في حلقتين بالطريقة دي هو قد اكون مخطئا قد يكون رأيي الوحدي الله اعلم على فكرة انا انا مش نايم كويس وموضوع اللي انت صحونا بدري عشان نشوف مسلسلات قبل ما تتحرق ده لازم تبطلوه شوفوا طريقة الموضوع ده لازم يوقف انا دلوقتي انا مش نايم كويس وحتغاب على المسلسل بهزر مش هتغابة ولا حاجة او هتغابة ايه يا جماعة ده الحلقة السبعة وتبعنا وحشين قوي وحشين قوي حتى المجهودات بتاعة السيناريو وبتاعة الاخراج علشان يبيع الدنيا وعشان يوزن الدنيا ما بقتش بتجيب نتيجة خلاص انت بقي بتتكلم كلام بيخش من ودن وبطلع من ودن تاني عملت ابني عشان تقنعني الحاجة اصلا انا مش شايف انها مهمة وانا مش شايف اني لها لازمة ولا شايف انها المفروض تحصل دلوقتي في طرفين في المباراة بتاعتنا خابوا بدون اي مقدمات زي ما يكون حد حطولهم منوم ابتدوا ياخدوا قرارات غريبة ويقعوا في غلطات مش طبيعية والمسلسل قرر انه هو يعمل سبين اوف فيه فرق طلع منها اطراف علشان تعمل حاجات حبتدي اتجنن على الدكور بتاع الستوديو لا لا نقدم ليه الدنيا تفرعت قوي كده ليه المسلسل حاسس انه سهل عليه قوي انه هو يدخل معنا شخصيات جديدة في كل لحظة عشان موضوع المصامير اللي بتنقل عليها دي يعني طول ما انت بتعمل المصامير بتاعتك عن طريق الاداب تاعت الفلاشباكس وانا مش من محبيها قوي بس انت كنت بتعملها لانك مرسخها من البداية فانا متقبلها دلوقتي ولكن ما ينفعش ان كمان الفلاشباكس ما بقتش قادرة تسندك فتبتدي تقدم شخصيات جديدة بشكل متأخر جدا عشان ترسخ حاجة انا اصلا مش مقتنعة انها مهمة حقيقة انا مش عارف ازاي ممكن اقصوا على الحلقتين الاخيرتين بشكل اكتر من اللي انا عملته ده لانهم فعلا اخلوا بشكل كبير قوي قدر المبالغات اللي احنا اختبرناها اصلا في الحلقتين دول زي ما كنا بنقول كده بتدايق لما المسلسل بيقع في فخ الاخطاء او في فخ المبالغات اللي بتتخطى الخط الهندي يا جماعة ده احنا احنا مدينين باعتذار للهند على التشبيه ده ده دلوقتي المبالغات وصلت لدرجة انا ما شفتهاش قبل كده ولا حتى في الافلام المصرية في التمانينات يعني ولسه يحترم المجهود بتاع الاخراج ويحترم المجهود بتاع السيناريو انه لسه بيحاول انه يبيع بس خلاص زي ما بقول كده الكلام بقى بيدخل من هنا وبطلع من هنا ببقتش مصدق لاني مش مقتنع بالاهمية ومش مقتنع بان على المستوى ده من المطش بموت انا في التشبيهات بتاعة الكورة معلش يستحملوني لعب جيم خرافي لغاية الدقيقة خمسة وتمانين وفي اخر خمس دقيقة بتعمل اخطاء معملتاش في الموسم كله ليه يعني ليه ايه اللي يجبرني كطرف في المعركة دي وفي المواجهة دي اني اعمل الاخطاء دي علشان بس امشيلك الدنيا عشان احللك حالات يبدو ان انت عقدتها اكتر من قدرتك على حالها مش عارف العاب الزكاء في الموسم ده عموما تراجعت بشكل كبير انا كنت متقبل ده بسبب تصاعد الاطارة وتصاعد الدراما في الخمس ستة حلقات الاولانيين ولكن بعد كده ما بقتش قادر اشتري وصولا للنهاية اللي اعتقد انها اقل درجة ممكن نكون وصلنا لها مع المسلسل ده على الاطلاق النهاية احبطتني بشكل كبير جدا 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 وهي دي اللي هتكلم عنها بالتفاصيل شوية بعد تتر النهاية اللي احنا قربنا منه قوي بشكل عام الموسم ما عجبنيش ما قدرش ان انا ابلع نفسي ست حلقات بالعافية عشان في الاخر اتغاضع عن حلقتين حقيقي كانوا وحشين جدا ما استمتعتش باي لحظة فيهم على الاطلاق ولا حتى الحلول بتاعت المشاكل العاطفية اللي احنا كنا قابلناها بقت مقنعة لان على ما يبدو برضو انت عقتها لدرجة ابعد من قدرتك على تداركها وده ديقني جدا في تجربة المشاهدة بشكل عام تقييمي للجزء ده ستة من عشرة والستة دول على ستة حلقات الاولانين يعني الحلقتين الاخيرتين دول حقيقي انا عندي استعداد اني اوصل فيهم من القصوى ان انا ديهم صفر من عشر حلقة السبعة والتمنى ياخدوا صفر من عشر عندي ولكن لان فعلا الستة حلقات اللي سبقوهم كانوا كويسين والمسلسل بين فيهم حاجات رفعت مستوى امالي وتوقعاتي لدرجة يبدو انها كانت اعلى من اللازم قد يكون خطأ يقول انا ممكن غير يختلف مع ذلك ممكن غير يشوف ان الحلقة السبعة والتانية دول كانوا افضل حلقات المسل مرجعول اللي هو كان بيحبه بس انا شايف انها كانت مخاطرة من المسلسل حسستني بلاشيوا جميعا نقول المسلسل كان فاهمنا غلط يمكن عشان ابقى بتكلم صح يعني انا اللي كنت فاهم المسلسل غلط انا اللي كنت متخيل ان هو حاجة وطلع حاجة تانية خالص على ما يبدو في اخر حلقتين تقييمي ستة من عشر زي ما قلت وعلى المستوى العام ده اسوأ جزء في مسلسل الكازل دو بابيل في رأيي ولكن يهمني جدا اعرف رأيكم في ريت تساهموا بي في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجليكم حلقات اول باول نرجع بقى لحتة الحرق اللي انا كنت عاوز اتكلم فيها دي هي مش حرق قاوي الوقتي بقى برحتي خلاص المسلسل مخلصش يا جماعة انا كنت متصور ان ده اخر جزء وكنت بقول ان المسلسل من التريلر وفي كل النقاشات اللي في الدنيا انا قلت ان المسلسل لو قرر ان هو يكمل الابعد من كده يبقى بيلعب في عداد عمره خلاص المسلسل اللي انتهى نهاية غير شافية وغير وافية في نقطة محدش طلبها ليه 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 ركال لازم تدخل جوه البنك ليه عملية انقاذها لازم تنتهي بيها جوه البنك ليه ده ليه عملية انقاذ ركال بعد العملية السياسية الاعلامية الغريبة اللي تمت واللي الاخفاق كله حصل فيها بسبب بعض التجوزات من الجانب الامني زي ما بقول بعض الاخطاء اللي هما بيعملوها في الديها خمسة وتمانين واحد بيرتبك قدام كاميرا واحد عاوز يسلم واحدة والواحدة دي بتقرر تنفصل وتكمل لوحدها ومعرفش ايه والكلام ده كله ما دخلش دماغي بصراحة الكلام ده وتوقفني في نقطة المفترض ان انا بقى سخنان عشان اكمل انا ما بقتش سخنان خالص خلاص انا ما بقتش مترقب للجزء الخامس وده ما حصلش معي قبل كده يا رغم ان احنا في مرحلة من المراحل كنا انهينا الاحداث على نقطة تصلح انها نهاية تماما ومع ذلك لما قلت انك هتعمل جزء ثالث انا كنت متحمس له دلوقتي انا ما بقتش مهتم خلاص درجة اهتمامي بالشخصيات كلها ترجعت جدا ممكن تكون ان عدمت ومع ذلك مش هقول ان انا مش هرجع اتفرج انا في حاجات كتير كنت يقاست منها ولكن في عالمنا الحالي بتاع المحتوى اللي بيترمي بطريقة فيها قدر كبير من العشوائية على ما يبدو واللي فيها رغبة كبيرة لحلب النجاح حتى اخر درجة وانا هنا ما ببرقش نتفلكس من تهمة الحلب لاني دورت في الاخبار وما لقيتش اي حاجة في الدنيا بتؤكد ان في جزء خامس بينما الاحداث بتؤكد مما لا يدع اي مجل الشك ان في جزء خامس طب ليه بنخبي الخبر ليه نوقع الناس في فخ انهم اتفرجوا على الجزء ده عشان تيجي في الاخر تسيبهم على حفة الجبل وتقول والله لو عاوز تعرف اللي حصل بعد كده اشتري اخبار النجوم يعني ده اكبر تشبيه عندي ده دعاية رخيصة ما بتاعت التسعينات فمش مش حركة شيك مش حركة حلوة اتمنى على الاقل لما تيجي بعد كده وتعلن عن الجزء الخامس توضح هل ده هل ده الاخير ولا لأ عشان اللي مش عاوز يتفرج ما يتفرجش ده من حق المشاهد دي حاجة بسيطة جدا يعني وزي ما بقول كده انا ما عنديش ليه درجة ترقب كبيرة ولكن لما يتعرض هتفرج عليه زي ما بتفرج على اي حاجة تانية موجودة في التلفزيون مش حدي بقى نهاية من اول وجديد اشكركم للمتابعة حتى الان وحقيقي مهتم برأيكم وبي باي